في قطاع السكن أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم في بيان لها عن توقيف عملية التسجيل في برنامج عدل ثلاثة بغية دراسة طلبات الاختتاب التي بلغت مليون واربعمائة واربعين الفا وثلاثمائة واربعين طلبا كما أعلنت الوزارة أن عملية التسجيل في برنامج عدل ثلاثة ستصدأ نفو مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاختتاب